السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباء الآيزاء مرحبا بكم في درس اليوم إن شاء الله سوف أترق إلى كيفية مشاهدة كاميرات المراقبة الموجودة في منزلك من خلال حاسوبك كيف ذلك تابعي مع الشرحات التالية أولا إذا كنت تستعمل كاميرات من نوع هيك فيزيون فهذا الدرس مخصص له أولا نقوم بتتبيت وتحميل هذا التطبيق ثم نقوم بالدخول إليه ثم نضغط على كما تشاهدون معي هنا في الأسفل هذا المجموع لدفئير الموجود هنا في المنزل نضغط على الدفئير ثم نضغط على أجوتي أكليو كما تشاهدون معي نقوم بالضغط على أجوتي أكليو هنا نقوم بإعطاء هذا الدفئير اسم يعني الدفئير هو الجهاز التي يرتبطهم بالكاميرا ثم ندخل اليوزر والمودباس الخاص بالدفئير الخاص بنا يعني أدمين وهنا ندخل أدخل أدخل الباسورد الخاص بي ثم بعد ذلك أقوم بالضغط على أجوتي لإتمام العملية بدءا نقوم بالضغط على أجوتي كما تشاهدون معي هنا ينططق أن العملية تمت بنجاح للتأكيد فقط هذا هو الكود الخاص بنا للتأكيد فقط يعني سوف تنبتق لك هذه الأيقونة بالخضراء هنا يعني هذا دليل لأن الآن أصبح بإمكانك مشاهدة الكاميرات خاصة بك لمشاهدة الكاميرات سوف نقوم بالرجوء أضغط على أوكي لتخطي هذا المساج يعني أبغسي الكاميرا هنا الكاميرات الموجودة في المنزل لمشاهدة يعني الكاميرا يكفي الضغط على الكاميرا كاميرا رقم واحد مثلا هذه الكاميرا رقم واحد يعني هي بجانبي كما تشاهدون يعني هذه الكاميرا فقط قمت بفقط للتجربة فقط يعني هذا كل ما في الأمر بالنسبة للتطبيق فهو ويفي ام اس أربعالاف ومئة الخاص بالهيكفيزيو إلى هنا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة إذا أعجبك هذا الفيديو لا تبخي العيابين نقرأ على الزر لايك وكذلك مشاركته مع أصدقائك أما أنا فأضرب لكم موعد جديد في حلقة جدا إن شاء الله وشكرا لكم تحياتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة